اشتركوا في القناة مدينة دالبيضاء مباشر مؤلم للأسف وفاة ديال احد الشباب اللي كي يقطن هنا بمنطقة حير راشاد مدينة دالبيضاء احد المصانع موجودة كذلك بالمنطقة الله يرحموا الله يوسعوا له والله يصبر الاهل دياله صعيبة 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 انه يكونوا تكون غاديشخدم على الاهل ديالك باش تعاون داركم كما يوقع لك شي طارق انه وتشوف مقر ديال العمل ديالك انه صعيبة الله يرحمد الرياضة الله يرحمد الشاب الله يوسع له تحزين الحارة العائلة شو الاصدقاء دياله الام دياله بالخصوص الاب والاخ انه ليس سهلا لان حي الراشاد متابعنا الكرام حزن يخيم على الحي باكمله من الشاب يسهد له بالاخلاق دياله فالله يرحمه والله يوسع عليه والله يسبر الاهل دياله واذا اه وشابهينا الكرام كيف مكتشاذوا معنا كنا معاكم من امام منزل ديال الشاب افا دعوه مع العبر الرحمة والمغفرة ودعوه كذلك حتا مع الاهل دياله بالصبر احقاش ديال لحظات صعيفة اللي فيشكون دائما يعني ماشي سهلا ماشي سهلا الوالدين ماشي سهلا الالالاصدقاء ماشي سهلا الكل شي والله يرحمه هذا الشاب والله يوسع عليه والله يسبر الاهل دياله اذا مشابهينا الكرام دائما معاكم من حي الراشاد منطقة شمديونة الوفاة ديال احد الشباب ديال منطقة هنا احد المصانع قريبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى المباشر billet اخر انشاء الله الله يرحمه اشتركوا في القناة والله يستعليه والله يسبر اهل دياله والعائلة دياله وصحابه انا صعبة الوقحية الله يسبرهم بارك الله عليكم الى اللقاء